مرحبا حديثنا اليوم مهم واستراتيجي لنحكيه عن ماذا تنوي ايران ان تفعل في الجنوب السوري كيف بدا يعني تستخدم الجنوب السوري في الحرب الدائرة اليوم يعني بالضبط هي شو هدفها وشو بدا تشتغل وشو عما تخطط وحتى نحذر وننبه انه هن عندهم بيتصورون انه متل ما ورطوا غزة بدونين نقلوا غزة لجنوب السوري يوسعوا دائرة العرب مو لبنان هلا سورية لانه هن مرتبين لأوراق تبحهم الورقة للحرق الاولى غزة هلا الورقة التانية هي جنوب السوري وشو بدون وكيف بدون يديروا اللعب وشو هدافهم بعيدة وشو عم تشتغلوها اللعب بداية نحن قطعا مع الشعب الفلسطيني وقطعا مع الانسان وضد ارتكاب جرائم حرب ومع تطبيق القانون الدولي ومنقول اولا وتانيا وسالسا نحن نريد ان يطبق حل القضية الفلسطينية وفقا للأمم المتحدة والقرار 2-4-2-3-3-8 واتفاقات السلام اللي صارت بناءا على هذه القرارات غير هيك ما نعتبره هناك حل القضية الفلسطينية اذا انت اليوم بده اليهود ياخد كل فلسطين او طرف التاني الفلسطيني اللي بده يعني يطرد اليهود ويكبهم بالبحر ومدرشوه هذا تفكير متطرف سيؤدي الى مزيد من الحروب وبالتالي مني شايف انا انه يمكن فرض الاستقرار بالمنطقة الا بتطبيق القانون الدولي واحترام حقوق الانسان احترام حقوق الشعوب هذا مهم جدا انتفهمون نحن وقتل عم نحكي اليوم مو لانه ضد الشعب الفلسطيني لكن ضد الفكر الذي يؤدي الى مزيد من الحروب التي لا فائدة منها التي لن تؤدي الى اي نتيجة فجربنا مئة سنة مئة سنة الحروب لم تؤدي الى النتيجة لا لح تحسن اسرائيل تلغي شعب الفلسطيني ولا لح يحسنوا الفلسطينية يكبوا اليهود بالبحر بدون يتعايشوا شكل التعايش هو القرار اثنين اربعا اقل شي يعني ما يمكننا بلا استغلت الحماس الشعبي اللي صار وعم تحشد ناس ايران بدير الزور وعم تجند ومتطوعين وعم تعمل حتى يعني تشغل السوريين همو اللبنانيين كمان باللبنان عم تحضر بس عم تحضر مرحلة تالتي السوريين بدون يشغلوهم يشغلوا الجبهة الجنوبية بطريقتهم كيف مش والله النظام السوري اللي حيوقف ويعلن حرب او النظام الايراني او كذا والاخري لا ما بيقاتلوا هيكل بيلعبوا لعبهم نحنا مدخلنا نحنا مدخلنا بس نحنا بتحرك لكم الناس وبعدين بس تصيروا انتوا بمشكلة بتفوضونا نتفوض نحنا محقق اهدافنا وهذا هو المطلوب اليوم الايراني اليوم بده يطلق صواريخ من الجنوب بتجاه اسرائيل وبده هالناس اللي بالجنوب يتحمسوا يقيدوا ويشاركوا والشعب السوري يشارك مو النظام انتبهوا الشعب السوري انتبهوا من يحتير الشعب السوري يشارك مشان اسرائيل ترد و تقصف ترد و تقصف شو بيعمل النظام وايران بيفوتوا على الجنوب عساس عم يدافعوا عن البلاد والحدود والإلى آخره بطريقهم بيفوتوا على السودة بيقضوا على السوار اللي تحت بيصيروا على حدود الأردنية كذا إلى آخرية بيحركوا بالأردن تفرط الأردن عرفتوا كيف هذا هو المطلوب ما لحيحرروا ولا يعاملوا شيء سوى أنه لن يمدوا نفوزهم إلى الجنوب السوري بشكل كامل ويقضوا على ثورة السويدة والسوار اللي إلنا هونيك بالجنوب ويكملوا يعني ويعملوا زعزعة استقرار بالأردن لأن الأردن عمير أوس هلأ عمير أوس والشعب متوتر جدا وحيصير هياج شعبي كبير ويستغلوا هذه الفوضى دون أن يحققوا أي نتيجة لأن القوى الدولية لن تسمح بحل من هذا النوع يعني ما لح تسمح أن ننزيل إسرائيل للسبب هذا هو المطلوب إيرانيا شو طلبوا طلبوا أنه يعني نحنا ما بصير لازم نوقف مع أهل غزة لازم مدري شو لازم لازم يعني نعمل شي كذا طب عملوا ليش يعني ليش بدك يعني أنا أنا اللي عندي مليون مصيبة بسوريا أنا قوم أنصر غزة هلأ يعني وكيش بدي بدي أنصرها أفتح معركة إنسى معركتي مع النظام ومعركتي مع الميليشيات الإيرانية ونصير نحن وإياكم يد واحدة ليه في عدو مشترك لا القضية الفلسطينية كذا بدون نسونا ما فعلوه بسوريا وينسونا كل التشرد والموت والإلاخري اللي عملوه بسوريا وينسونا كيف أتلوا الناس وكيف هجروها وكيف تقصفوها وكيف أتلوها بالسجون وكيف هجروها وكيف نشروا فيها المخدرات وكيف وكيف كله بدون نسونا إياه باسم شو هي القضية الفلسطينية مشان يكرسوا احتلالهم لسوريا وبشكل نهائي ومدعوم شعبيا شو نحن ما أتلناكم لسبب لأنه بدنا نقتلكه أتلناكم لأنه عمد دافع على القضية الفلسطينية هذا الخبز الإيراني اللي شايفينه اليوم نحن نقطعا نرجع منقول نرفض بالمطلق أن تنتقل العنف والفوضى إلى الجنوب السوري وسنمنع بكل ما نستطيع تإشعال المعركة اليوم لأنه إسرائيل لح تفوت تحت الأرض وما با فينا نطلع اتنين النظام لح ياخد الجنوب كله ويقضي على ثورة السويدة وثورة الدرعة مو قلون يعني على فكرة يعني كل الجنوب السوري مو قلون الآن نحن صعيمة عندنا جبهات يعني لكن نحن موجودين وبيعرفوا تماما يوم فاتوا على الدرعة كيف وقفناهم شهرين ثلاثين ما عمنا لهم جبهة نحن كنا نضربهم من الخلف يعني من قلبهم من داخلهم بيعرفوا تماما أنه لنا ناسنا اللي عم يشتغلوا محا وبالتالي هني بيتفاجأوا بيأكلوا الأتل ما بيعرفوا منين شو بدوا يقصف شو بدوا يعمل شو بدوا يساوي ما أعرفان فأني خايفين أنه نحن ندخل ضدهم في هذه المعركة على أساس بدهم يحكوا علينا ويقولوا هدولي عملاء هدولي عم يختموا إسرائيل لا سيد نحن عم نحمي شعبنا ويكون واضح بالنسبة لإسرائيل إذا كان إسرائيل بدأت تستغل هذه القصة كمان لحتى تقتل شعبنا كمان نحن بتتغير التحالفات مو صعب يعني فأي مدني بيسقط أو أي احتلال بده يصير سيكون نتيجته أنه وحدوا كل أعداء مع بعضهم كمان الإسرائيل بدأت تكون حريص وفهيم لحتى ما يوسع المعركة بإيده وما يشتغل بغباءه كما يفعل اليوم بغزة ويغزة اليوم شو عمل وحد العالم كله ضده وحد كل الأنظمة الأنظمة اللي عم تقمع شعوبه صارت وطنية عملتهم أبطال المجرمين واللي أتروا الأطفال صاروا هلأ شوه صاروا هلأ أبطال وطنيين ليه؟ لأنه إسرائيل ما بدأت تحترم حقوق الإنسان بدأت تحترم قانون الدولي بدأت تحترم قوانين الحرب بدأت تحل سياسي في النهاية القضية الفلسطينية بدأت تحل سياسي وفي النهاية بتصير الأمور أما أنتوا تركتوا الأمور توصل لأول وهلأ بدأت تحلوها كيف بتهجير شعب غزة يعني تستغلوا هذه القصة لتهجير غزة لقضم مزيد من الأراضي وبكرة بتنقلوا لضفة إذن المصالح مشتركة بينكم وبين الإيران مين عم يروح دعواسية؟ يعم يروح دعواسية الشعوب بكرة بالأردن بصير فوضى بالجنوب عندنا بصير فوضى بتنتقوا الشر وقوى الجريمة وقوى الكذا بتسود وعودوا بقى نطروا بقى لحتى يصير فيه استقرار ويصير فيه نظام ديمقراطي ويصير فيه حقوق إنساني يعني المجرمين بدون يحتموه وستدخل المنطقة بدوامة عنف هائلة سيزعب ضحيتها عدد هائل من الناس والمدنيين نحن حفاظا على سوريا على الأراضي السورية وعلى ما تبقى من الشعب السوري نريد أن تبقى جبهة هادئة ما ندخل ما نوسع نقاق الحرب هذا قرارنا وتفكيرنا وإلى آخرين نحن عم نحكي أنا اليوم باسمي مع قناعتي أنا ورأي رسمي لجهاز محاربة الإرهاب اللي موجود بالجنوب بشكل أساسي واللي قادر إنه يزعج الإيراني وما يزال قادر إنه يلجمه إلى حد مما إلى حد مما بحدود قدراتنا وبحدود مواقفنا نحن معنيين تماما في أن نذكر الإيراني بأنه هو ليس نصيرا للشعوب في المنطقة لأنه اللي عمله معنا أبشع كثيرا من اللي عملته حماس بالمستوطنات أو اللي عمله الإسرائيلي بحماس أو اللي عمله بالفلسطينيين لأنه اللي عمله عندنا جرائم أكثر قزارة بكثير مش والله صاروخ أخطأ هدفه كانوا يتعمدوا يزدوا البرميل يروح حيك يروح حيك يروح حيك يضربوا وينما كان كانوا يتعمدوا يقتلوا أكبر عدد من المدنيين واللي عمل يصير بإدلب اليوم واضح يعني بوين في سوق وين في مسجد وين في مدرسة وين في مستشفى بيضربوها بالذات إلى اثنين الكيماوي اللي ضربوه على الشعب السوري يقتلوا مينما كان ما بيهم الجرائم اللي بشع على اغتصاب واللي للآخرية هوني بقى النقطة الأساسية إنه كانوا يجيبوا البنتك صبية صغيرة وأبوها حطوهن ويجبروها يجبروها تات يعني يعني شو بدوا لحد يحكي عيب يجبروها مع أبوها إنه هي يعني عرفتوا كيف هذا الزل وقهر الرجال اللي مرسوا علينا نحنا بنعرفه نمنيح ونعرف أخلاءهم ونعرف مشاعرهم تجاهنا على الآخر لسبب لن نخدع لن نخدع بالشعارات اللي خدعوا فيها حماس ولن نخدع بالشعارات اللي خدعوا فيها لا ما يخدعوا فيها الشعب عندنا راحين تحرروا راحين مدرشوا تنتصر الأمة ومدرشوهن أعداء هذه الأمة ما بدهم يضغروا حرب بدهم يفاوضوا من أجل أن تعترف بإيران بإيران دولة نووية عندهم المهدي اللي قاعد بالسرداب مثل ما حكى أبو زهير مبارح هو النووي هو النووي بس عنده النووي طلع المهدي انتصرت انتصر الحق إذا صار عنده النووي وعمين اللي حيضربه النووي حيضربه على السعودية أو على الشعب الإيراني أو الشعب عرفتوك يعني قطعا هاي الجيوش ما بتحارب إسرائيل ولا لا بتحارب أنا حبيت نبه ووضح أنه في حملة إعلامية محضرين اللي عم يهددونا أنتوا إذا ما بتكن تشاركوا إذا ما بتكن تسمحوا إذا ما بتكن كذا فنحنا لح نتهمكم صحاينة ومدرشوا إلى آخرين ونتهم إيه من هلأ ولح يشغلوا ماكيناتهم التابعة لحماس ولعزمي بشارة وللإخوان المسلمين والآخرين والقومجية والمدرشون اللي هني في النهاية هم من زبحة الإنسان الإنسان في مصر والإنسان في سوريا والإنسان في العراق نهاية التيارات الأيديولوجية الحقيرة اللي هي ترفع شعار كبير ونهاية تلعن أبو الإنسان والمواطن نحنا عنا مليونين شهيد عنا 200-300 ألف قتلوا وعزبوا عنا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يندى لها الجبين ارتكبت على يد محور مقاومة لن نكون حلفاء لمحور مقاومة بأي طريقة ولا بأي شكل نحن حلفاء للحق والخير والإنسانية والعدالة ونحن من أعداء الشعب الفلسطيني بالعكس نعتبره جزء لا يتجزأ من شعوب بلاد الشام بأهلنا وأخوتنا لكن الطريقة التي تدار بها المقاومة هي طريقة إجرامية لا تأخذ بعين الاعتبار على الإطلاق حياة الإنسان وكرامته على الإطلاق ولا تخدم أي قضية من قضايا هذا الإنسان لأنه في النهاية عصابات متسلطة مجرمة تنشر معقول يعني واحد يعني إسلامي ينشر مقدرات ببلده معقول يعني تشبوزه مقدراته أو تبتقون فكروا فيها هيك قديشه حريص يعني وقديشه حريص على الإنسان السوري أو الإنسان العراقي أو الإنسان اللبناني اللي مارس في كل هذه الممارسات هلأ لحيحب الشعب الفلسطيني لا تنخدعوا الله يحفظكم يرضى عليكم لا تنخدعوا لا تمشوا وراء محور المقاومة نحن مع الشعب الفلسطيني لكن مع حل القضية الفلسطينية لكننا لن نستخدم الوسائل الإجرامية في تحقيق أهدافنا لا معهد ولا معهد ولا معهد ونحذر إسرائيل بإنه أيضا ما تنجر إلى هذه الكمين اللي عملته إيران اليوم إيران تضرب هي يا أخي تضرب هي تضرب من عندها يعلن نظام السوري يضربوا يا أخي يضربوا من من طهران يضربوا من بغداد يضربوا يا أخي مين منعهم ليش بدوا نفوتوا على الجنوب ويتهموا فيها مجموعات سورية لا النظام بتحمل مسؤوليتها بقول لك هاي منطقة نحن ممسيطرين عليها لا النظام بتحمل مسؤولية ولا الروسي بتحمل مسؤولية ولا شي الشعب السوري عفويا قرر إنه ينصر غزة بضرب قراج جولان الدروز هيك من شأن يفوتوا على السويدة من شأن يقسموا شعب السويدة ويحجروا ثورة السويدة العمد طالب مطالب بسيطة جدا هي شوية كرامة وشوية شوية حرية حجة غزة فأنا أنا أحذر ونبه وأقول للإسرائيلي إنه ما تستغل هذه القصة وما تنقل المعركة اللي عندنا مشان أهداف تاني لأنه النتيجة ستكون وخيمة جدا على الجميع وبشكل خاص وخيمة على الأردن اللي منحبه ومنريده شعبا بما فيه ودولة وحكومة كلهم منحبهم وما منردلهم إلا كل الخير ونحنا معا من أجل ديمقراطية من أجل حقوق إنسان من أجل حل القضايا والطرق السلمية من أجل حل القضية الفلسطينية حل عادل إلى حد ما ومنطقي أعرفته كيف وبدو يعيش اليهودي معنا بيعيش مسالم بعيش كجار جيد مش كجار معتدي بدو يقضوا مراضي بدو يحط أنظم استبدادية وبدو يسكت عن الإيراني ليش سكتوا عن تمدد إيران أنا سؤال لماذا سلمت أمريكا العراق لإيران ثم سلمتها سوريا ثم سلمتها لبنان وهي تدعمها إلى الآن بطلع وزير خارجي بيقول إيران ليست مسؤولية تماما هن مو مسؤولين وهلا لحي تصير بالجنوب إيران ما لحي تقول أنا مسؤولي عنه لحي تقول هذي منظمات ميليشيات جيش السوري الشعب السوري هو اللي عملها مو أنا أنتو بتفوتوا بتحتلوا أراضي وبتاخدوها وبتقولوا نحن مو قلنا بتجي بقى بدك تطالع إسرائيل هذي أراضي بيقول لك انساها الجولة مثل عادة يعني فهي اللعب لا تلعبوها معنا نحن مع الشعب الفلسطيني مع أهل غزة نطالب بوقف اطلاق النار فورا وحماية المدنيين مثل ما طالب الرئيس الفلسطيني ونطالب تدخل دولي عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية بفرض من القرارات الدولية الصين والروسيا ودول العالم كلها الجمعية العامة لأمم المتحدة تناقش الحل وتحلو هي الجمعية مو الفيتو الجمعية العامة شو بتقول أغلب الدول بصير اي ونحن متمسكين بمبدأ اتنين اربعة اتنين هذا هو المبدأ الاساسي اللي وقفت عنده كل محو حدثات السلام وبلشت منه اي انا هذا اليوم حكيته وارجو ان يصل ونقوله لا تلعب المشكلة الاساسية اللي عم نعيش نحن اليوم انه المقاومة بتشوف بتشوف شو بدي تعمل هي بس قطعا ما بتشوف شو رح يصير شو تكون نتيجته انا بعمل عملية بضربهم بعملهم بخطف رأيه بعدين شو تكون نتيجة اللي بده بتشتغل صح بده يحسب حساب ماذا سينتج عن فعلي انا قبل ما يحسب حساب انا شو بدي اشتغل النتيجة اللي بده تنتج عن فعلي هي اللي بتحدد شو لازم شو لازم اشتغل مكة لاليوم اللي بده يحسب الورقة الثانية اللي هي سورية طبعا النظام السوري بتقول ما دخلني انا ما دخلني انا ما لعلاقة الايراني عملها الشعب السوري عملها هو عمي يبعث رسائل الاسرائيل انا ما دخلني انا كذا اسرائيل تاركته اي فانا بحذر اهلنا بالجنوب خاصة السوار والمقاتلين ان لا تنجروا ومنعوا اي فعل عدواني بده يصير من الاراضي السورية باتجاه باتجاه الجولان لانه هاي دي المعركتنا اليوم مش معركة تحرير تحرير الجولان معركتنا اليوم نرجع بلدنا ونرمع الكرام ونؤمن خبز واكل للناس وعتعليم لهذه الاطفال وإلى آخر معركتنا مع النظام ومحور مقام اللي قتلنا واللي هجرنا معركتنا الاساسية القضية الفلسطينية بعيوننا لكنها ليست اليوم محطوطة على الطاولة على الطاولة لأنه نحن مو موجودين على الطاولة اصلا الشعب السوري مغيب تماما كان بسرقة قرار نظام السوري نفسه من قبل الايراني والروسي او من سرقة قرار المعارضة من قبل التركي والمعارضة الانتهازية والشعب مهجر ومحد سائل عنه يقتل ويزبح اليوم وكل يوم 13 سنة دون ان احد يلتفت اليه او يحكي عليه هلأ يعني بس بلشت الشعب الفلسطيني بدون يتاجروا فيها بدون نخسر فيها نحن ثورتنا ونخسر فيها مطالبنا بالحرية والكرام نحن ضد اي عمل ينطلق من الجنوب ونحن لحن حاول نوقف بوجه واذا اسرائيل بدأ تستهدف مدنيين لحن كمان ندافع عن المدنيين وما يغلطوا الغلطة ولا يفكروا يعملوا اهداف استراتيجية من خلال الفوضى هذا مهم كتير كمان اسرائيل ويفهم الشعب الفلسطيني نحن من نضده لكن نحن شعب النكب اكبر من نكبة الفلسطينيين الذين هجروا بسوريا اكتر من اللي هجروا الفلسطين الجرائم اللي ارتكبت عدد القتلى اكبر نكبتنا اكبر من نكبت نحن بحالي يرسلها لها السبب من ادران من ادران موصرك فلا تلومني لانك فتت معركة مو محسوبة ومعرفت محسوبة ومع ذلك نطالب بوقف اطلاق النار فورا يعني كل الجبهات ومعالجة المشكلة من جزورة من جزورة وبقوة دولية وباشراف دولي نحن لا نطالب اكثر من تطبيق القانون الدولي بس نقطع الصدر نحن مع حقوق الشعوب مع العيش المشترك واهلا وسهلا اما الايراني الخبيث واليمين الاسرائيلي الذي يتاجر في هذا الايراني ممنع تزام التفقيم مع بعضهم انا برأي هدولي هن اسباب عدم الاستقرار في المنطقة واسباب الحروب اللي عم تجر العالم اللي شايفين العنف وشايفين التخلف وشايفين الهياج العاطفي اللي عم يصير وشايفين الازمة لوين ما فيكن ابتقطعوا النت لو شو ما عملتوا ما فيكن تلغوا دور الشعوب وللأسف شعوبنا ما هيجي الى اقصى درجة من الهياج يريد الايراني وغيرهم استغلالها ونحن نحن نوقف بوجه نحن نوقف بوجه ونقول لا لنقل الغزة الى الجنوز ولا نقل الغزة الى اشعال الحرب الاهلية بالأردون نحن ضد هذا الموضوع بامتياز وضد الوجود الايراني في سوريا كاملا كاملا لا نريد اي ايراني الايراني يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب السوري ويجب ان يخرج يحتل كل سوريا اسرائيل محتلة جونة ايران تحتل كل سوريا وكل لبنان وكل العراق فنحن بالنسبة لنا ما لح تتغير يعني الهندسة والجغرافية تبعتنا وما بدنا يعني يسني علينا نقدم طلبات انتساب لاي حدا لكن احنا ننتمي تماما لهذه الامة ولهذه الشعوب وننتمي اولا للانسانية والحضارة هذا هو اليوم حكي ما بنحكيه والرسالة التي نريد ايصالها مع كل التحية لشبابنا في الجنوب ويقزطهم وحرصهم على ان لا تنتقل الدماء والحروب الى الجنوب لنخسر ما لم نخسره بعد بسبب الايران وخططه الخبيثي يتبع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة